تحاصر ميليشيا الحوثي المجتمع اليمنية في مناطق سيطراتها من جميع الاتجاهات فإلى جانب ممارساتها تجاه المواطنين تبث الميليشيا خطابا ينضح بالعنف والكراهية من شأنه تعميق قسام المجتمع وفرض نموذجها في ظل إحكام سيطراتها على كفة مناحي الحياة في تلك المناطق بدأت الحكاية مع الإعلام حيث عمدت الميليشيا مع بداية سيطراتها على البلاد إلى إغلاق كفة وسائل الإعلام التي لا تتبعها لتصبح هي الجهة الوحيدة التي توجه الخطاب الإعلامي للجمهور في مناطق سيطرتها أما العملية الأخطر فكانت في مجال التعليم وزارة التربية والتعليم التي يديرها شقيق زعيم الميليشيا عملت على فرض تعديلات في المناهج بما يتناسب مع رؤيتها الدينية والسياسية أضفت الكثير من المواد ذات الصبغة الطائفية في المدارس والمراكز التعليمية في هذا الصيف كثف الحوثيون جهودهم في إطار ما يسمونه الحرب الفكرية والثقافية لتفتتح الجماعة مئات المراكز الصيفية والتي تظهر المواد الإعلامية الصادرة منها أنها باتت إحدى دوائر التعبئة الطائفية ومراكز إعداد لجبهات القتال تعمل ميليشيا الحوثي على تفخيخ الفضاء العام بخطاب عنف مصبوغ بصبغة طائفية تستدعي الصراعات الماضي وتكرس المفاهيم الطباقية وتسخر لذلك الإعلام والمراكز التعليمية والمساجد في ظل تغاضي الجهات الرسمية والمجتمع الدولي عن مخاطر هذا التفخيخ لحاضر ومستقبل البلاد طول أمد الحرب يعطي الحوثيين مساحة أكبر لتجريف الثقافة الوطنية وتدمير مكونات الهوية اليمنية وفكرة الدولة الحديثة وأمام هذه المخاطر لا يبدو أن الحكومة الشرعية وأجهزتها المختصة معنية بالأثار المستقبلية لما يحدث قد تجاوز اليمنيون الحرب العسكرية في أي فرصة لكن الفكرة التي تعمل الميليشيا جاهدة على زرعه سيكون قد فرخ معوقات تهدد المستقبل إذا لم يتنبه اليمنيون اليوم لحجم الكارثة